موسيقى جاءت تصريحات وزير الدفاع الايراني بعد ان تم ارسال طائرة بدون طيار من قبل حزب الله لتحمل الكثير من الاستعراض للقوة والقدرة دون ان ينسى الوزير الايراني التذكير بالمستوى المتقدم الذي وصلت اليه ايران عسكريا وقال ايضا ان الطائرة التي حلقت فوق الاجواء الاسرائيلية حطمت كل ما قيل عن نظام القبة الحديدية الاسرائيلية للدفاع الجوي اسرائيل اكتفت بالقول ان قواتها اسقطت الطائرة وابدت تخوفا من ان تكون الطائرة قد التقطت صورا لمفاعل ديمونة او قامت باي مهمات اخرى سيما وانها حلقت بالقرب من المفاعل النووي وقد جاهر حسن نصر الله امين عام حزب الله بالقول ان طائرة ايرانية الصنع وتم تجميعها في لبنان من قبل عناصر الحزب وارسلت بواسطتهم فيما رأى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل سليمان ان عملية ارسال طائرة من دون طيار فوق اراضي العدو الاسرائيلي تظهر مدى الحاجة الى اقرار استراتيجية دفاعية تنظم مسألة الافادة من قدرات المقاومة للدفاع عن لبنان اعلان نصر الله وما تلاه من تصريحات ايرانية تحمل دلالات عديدة كما يقول مراقبون ومتابعون للوضع فالامر كما يقول هؤلاء لم يعد يطرح من زاوية تلقي الحزب مساعدات ايرانية وعسكرية ومادية او استخدام ايران الساحة اللبنانية على الحدود مع اسرائيل وتعزيز النفوذ الايراني في المنطقة بل ان حادثة الطائرة تأتي من حيث توقيتها بعد اقل من شهر على تصريحات القائد الاعلى للحرس الثوري الايراني في السادس عشر من ايلول الماضي عن وجود عناصر من فيلق القدس في سوريا ولبنان بعد تصريحات للمستشار الاعلى لمرشد الثورة اللواء يحيى صفوي قال فيها ان لبنان وسوريا يمثلان العمق الاستراتيجي لايران ويبدو ان اي تطور يبرز تاليا سيكون ترجمة عملية لهذه المواقف